في ملف نقاشنا الثاني والحديث عن ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبو لدى إجابته عن أسئلة السحف في لقائه الدوري قال إن الجزائر والفلاحة علم والمؤسسة المشرفة على الفلاحة بيالجزائر مفلسة الرئيس قال إن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجزائر كفيلة بضمان توفيل الماء الشروب ومياه السقي الفلاحي نقاط أخرى سأناقشها وأسعد باستضافة سيد محمد يزيد حنبلي رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة معي هنا بالأستوديو والمركزي أرحب بك معنا مساوك سعيد الله يسلمك شكرا على الاستضافة أهلا بك سأناقش معك النقاط التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبو في لقائه الدوري مع الصحافة الرئيس قال أن الجزائر طلبت تعميم محطات تحرية المياه بالجزائر عبد المناطق الساحلية التي قد تكون وتحول الجزائر دون أن تصل أهدافها في مجال إنتاج الحبوب بالجزائر بسبب الشحة المائية اليوم لبأس أن نعرج على الوضعية اليوم بالبلاد أنت كرئيس الغرفة الوطنية للفلاحة كيف هي حال شعبة الحبوب بالبلاد يعني كان منذ أربة أيام يعني كنا نشرنا بيان على مستوى الغرفة الوطنية بيان ونطلب فيه من سلطات العلية للبلاد بإعلان حال الجفاف في شمال البلاد وفي المناطق السهبية يعني بالنسبة اليوم أنا في شهر مايوين نقدروا نديروا يعني الإحصائيات تعنا ونديروا اليوم نقدروا نقولوا باللي شعبة الحبوب في الشمال يعني السنة هذه الإنتاج يكون ضعيف جدا وهذا رجع لشحة الأمطار يعني في الأوقات اللازمة ما كانتش كان تسقطت أمطار لهذه السنة طيب هل من آليات أو بعض من الحلول المطروحة التي قد تعوض الأراضي الزراعية بالشمال نتحدث اليوم عن الأراضي الزراعية المسقية في الجنوب التي يمكنها أن تعوض كل الأراضي في الشمال هل من آليات تطرحونها خي نقول لتعويض خسائر الجفاف بالشمال البلاد رئيس الجمهورية كانت تكلم في اللقاء الصحفي تاعد تكلم على المناطق الصحراوية خاصة الفلاحة في الجنوب وكان قادرة تكون تعوض المناطق الشمالية في إنتاج الحبوب خاصة أنه عندنا مساحات شاسعة وتكلم رئيس الجمهورية على 8 ملايين هكتار يعني قادرين تكون بالنسبة للحبوب وكذلك بالنسبة للأعلاف وزرعات استراتيجية أخرى وبتوفر مياه الجوفية هذا اللي يخلينا الجزائر راح تكون إن شاء الله في أريحية يعني الجزائر عندها إمكانيات باش تعوض للشح الأمطار والجفاف اللي تشهدوا المنطقة وكل منطقة البحر الأب المتوسط يعني في الشمال ولكن يعني لازمنا يكون هناك عمل وتكلم رئيس جمهورية تكلم على أنه الفلاحة هي علم كذلك أراضي الشمال يعني لازم لأنه الأراضي لمن استغلوهاش يعني من استغلوهاش بطريقة أمثل قادرين نضيعها وهنا لازمنا نروح نحو يعني الأبحاث وإيجاد يعني سبل أخرى لاستغلال الأراضي في الشمال الجزائري عن طريق يعني استعمال بذور ملائمة لمقاومة للجفاف استعمال تقنيات كذلك السقي حديثة ولما لا اختيار يعني كما تكلم الرئيس بعض الزراعات الأخرى مثلا أشجار مقاومة للجفاف هناك عدة استثمارات في هذا المجال فهناك عدة طيب لكن متى متى وجب على الجزائر أن تتحرك في إطار محاربة الجفاف الذي يعصف بالمنتوج الفلاحي خصوصا شعبة الحبوب برأيك متى وجب على الجزائر أن تبدأ في عملية أو بداية عملية استيراد كما سابقا وأشر البذور التي تجابه وتحارب الجفاف إلى غير ذلك لا ما هوش استيراد هي هو كين دول خاصة دول البحر الأربية المتوسط يعني بعض الدول اللي عندها سنوات أكثر من ثلاثين سنة وهي تعمل لأنه دراسات كلها كانت تقول باللي المنطقة رايحة تدخل في جفاف يعني هناك دول اللي عندها دراسات وكان أخذوا البذور تعنا القديمة لأنها بذور مقاومة للجفاف كما تعرفوا الجزائر كانت دايما مناطق ساخنة فيها بذور متأقلمة وكانوا يعني هناك عمل كبير تطوير معها التحم يعملوا عمل كبير تطوير لإنتاج بذور مقاومة للجفاف نحن الآن رئيس الجمهورية تكلم على العلم وهنا جاد الآن يعني أن الأوان باش نفعلوا دور المعاهد تعني المعاهد التقنية لدورها ضائل جدا وهذا لنقص الإمكانيات ماعطينا هاش الإمكانيات اللازمة منذ سنوات هنا لازم يكون العلم هو أساس تقدمه أساس هنا نتكلم على أمل غذائي نتكلم على البحث الزراعي نتكلم على بنوك المورثات بنوك البذور لتأمين بذورنا لتأمين إنتاجنا لا يمكن أن نستورد حلول جاهزة لازم الحلول لجي من الجزائر هناك إمكانية كبيرة هناك جميعيين هناك باحثين هناك معاهد اللي معطينا هاش الإمكانيات باش تلعب دورها الحقيقي ما شمي معقول أنه اليوم باحث في معهد يعني يكون الراتب بتاعه ما يجوز أربعين ألف دينار ونستنو منه الكثير هذا كله لازم تفعيل دور المعاهد ودور المعاهد لازم يكون مرتبط بالمهنة بالمهنيين اللي نقدروا يعني مع الوقت نقدروا نخرجوا أصناف مقاومة وكذلك أصناف حيوانية وأصناف نباتية كذلك نحن فقدنا معظم الأنواع تعناتها على الأبقار اللي كانت أبقار محلية تقاوم الجفاف وتنتج وفقدناها في ظل الاستيراد العشوائي لأنواع وأصناف لا تتلاءم مع الجو تعنا مع البيئة تعنا وهذا لقلة البحث حب ذا لو تكون هناك بحوث تكون هناك إنتاج يعني أصناف حلول محلية هنا تكون عندنا هنا وهنا يعني دور العلم ودور البحث وكاننا رئيس الجمهورية تكلم على العلم تكلم على عدة أمور وهذا يدل على أنه عنده دراية بما هو جاري في الدول الأخرى خاصة أنه تكلم على العلم تكلم على كذلك إعطاء المهنيين دور أكثر في التطوير في التنمية الفلاحية لأنه الآن دورهم يقتصر على الاقتراح فقط الآن في الوقت الحالي وهذا يدل على أنه رئيس الجمهورية عبالي وشساري في دول أخرى متقدمة لأنه دول متقدمة لعندنا دول خاصة في البحث الأبيل المتوسط دول فلاحية متقدمة الأساس تعتمي وتطوير القطاع الفلاحي هي المهنة تبقى الإدارة دورها ضبطي وهذا دليل على أنه رئيس الجمهورية يعني حب ينتقل بالجزائر إلى دولة رائدة في المجال الفلاحي لذا نشوفه باللي يعني سياسات المطبقة في دول متقدمة يتكلم عليها رئيس الجمهورية اليوم الجزائر كما سابقا وأشرت كانت قد سطرت أهدافها عدة في طبعا الشقة الفلاحي والإنتاج الفلاحي بالجزائر الرئيس قال أن الجزائر بلد الإمكانيات في هذا الشأن خصوصا أنه 35 مليار دولار هي قيمة لإنتاج الفلاحي بالجزائر لكن اليوم الظروف تحول بتحقيق الأهداف التي كان قد سطرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ضوء التقلبات الدولية وما يحدث طبعا في العالم أولوية الجزائر اليوم هي تحقيق الأمن الغدائي خصوصا في شعبة الحبوب بما أن الجزائر لا تصل لأهدافها في مجال إنتاج الحبوب بسبب الشح المائي هل من ربما حلول تطرحونها تكون ثانوية السنة هذه لا يمكن أن نتكلم عن إنتاج خاصة أنه الشمال الحلول اللي نطرحوها نحن كمهنيين أنه تسريع عملية الاستثمار في المناطق الصحراوية هناك عندنا إمكانيات كبيرة جدا عندنا مياه عندنا شف نابلي كين ناس يعني مصطف ميرين حابين يصطف مروف الصحراء في الجنوب في الجنوب كذلك يعني لما لا شاركة مع شركة أجنبية لديهم إمكانيات عندهم تكنولوجيا هذا اللي يخلينا التسريع في الاستثمار في المساحات طبعا خصوصا أنه كان الاستثمار الجديد يحفز طبعا الشركات الجزائرية الأجنبية خصوصا في المجال الفلاحي وخصوصا في الجنوب هو استعمال شوف لازمنا نروح لإستعمال كل الإمكانيات المتاحة باش نستثمروا في الجنوب نمكنوا كل يعني المستثمر الصغير المهندس يعني متخرج من الجامعة المستثمر الأجنبي لازمنا نسخروا كل إمكانياتنا باش نوصلوا يعني مستوى ومعين على الأقل في الظرف ثلاث سنوات أربع سنوات يكون عندنا حوالي مليون هكتار مسقية في الجنوب وهذا عندنا إمكانيات هناك شركات تعله هندسة الريفية لعندها أليات كبيرة جدا لتقدر نستصلح بها الأراضي في ظرف قياسي عندنا يعني صونة تركة عندها في مجال الحفر يعني هي الشركة الوحيدة لقدر تساعد في مجال الحفر تعل أبار كذلك بسرعة هذا اللي خلينا نحن الآن عندنا لازم نخدمه ضد الوقت ما عندناش وقت خاصة في ظل التقلبات المناخية وفي ظل التقلبات الجيو سياسية كل هذه الحروب لقدر توضعنا في ظروف لا نحسد عليها من حيث تمويل من كل مصادر خاصة المنتجات استراتيجية عندنا إمكانيات لما لا نستغل كل هذه الإمكانيات في تسريع الاستثمار في المناطق الصحراوية لما لا نتكفل بالمناطق هذه ونقوم بالاستصلاح في أسرع وقت ابقى معي فقط سيد حنبلي دعوني فقط أرحب عبر الهاتف مباشرة بيالوستاذ أحمد مالحة هو كالخبير في الشأن الفلاحي أرحب بك معنا عبر الهاتف على المباشر ما سأوك سعيد؟ شكرا على الدعوة ومساءكم طيب أهلا بك طيب سأناقش معك ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونة في إجابته عن الأسئلة المتعلقة بالشق الفلاحي الرئيس قال أن الجزائر اليوم لن تصل لأهدافها في مجال إنتاج الحبوب بسبب الشح المائي هل من آليات ميكانيزمات تقترحونها لبلوغ الهدف المرجوة وتحقيق الأمن الغدائي خصوصا في شعبة الحبوب لا يشعبة الحبوب يعني اليوم إحنا المزارعين والفلاحين يعني منذ قديم نمارس زراعة الحبوب المطارية يعني التي تخضع إلى سقوط الأمطار ولكن في ذل تغير المناخ وتدبذب سقوط الأمطار وارتفاع الجفاف اللي شاهدناها منذ ثلاث سنوات يعني حان الوقت اليوم أن يكون عندنا مقاربة أخرى أو خيار آخر هو يتمثل في إنشاء أقطاب فلاحية لا يمكن اليوم أن نزرع الحبوب في مناطق ما نعطيناش غلة أقطاب فلاحية نعطي المثال مثلا اليوم عندنا ملايين الهكتارات في ولاية الكيارة وسعيدة والبيض والنعامة ونستعمل يعني نستعمل عنصر الماء من أين عنصر الماء يقال تقال الدراسات أن النعامة تنام على أكبر مخزون ما في التاريخ في الواقع النعامة هذه ليس الصحراء نعامة هذا مثلا قطب وقطب آخر في الشرق الجزائري يعني اللي عندهم تجربة كبيرة في إنتاج الحبوب وقسنطينا سقهراس ميلا قال ما وستيف أيضا فيها ملايين الهكتارات حتى لا نتشعب اليوم حان الوقت أن تكون عندنا خريطة فلاحية ننتج من خلال الحبوب زيادة على خيار إنتاج الحبوب على مستوى الصحراء الجنوب وخيار استراتيجي لأننا عندنا الطاقة وعندنا الماء وعندنا الأرض ندخل المكننة يمكن ولكن يعني لابد أن ننتج بقوة ليس باحتشام اليوم يعني ولية أضرار كاملة يعني لا تتجاوز مساحة الحبوب 16 ألف هكتار هذا قليل جدا بالنسبة لملايين الهكتارات نتكلم على ورقنا أيضا لا تتجاوز مساحة الحبوب 3000 هكتار يعني هذا استثمار محتشم لذلك اليوم أيضا فيه خيار آخر استراتيجي عندنا تقريب 30 مليون هكتار على مستوى الهضاب العليا لو نديره نستعمل يعني لطروس فردو جلب المياه من الجنوب عندنا أكبر مخزون في العالم يشد آلاف سنين لابد أن نستعمل هذا المخزون ونراعي فيه حق الأجيال المقبلة لذلك اليوم فيه إمكانية أن تكون الجزائر من الدول الرائدة في العالم في إنتاج الحبوب يعني إنتاجا تحقيق اكتفاذاتي وتصدير ونكون أكثر أكثر بكثير من أوكرانيا ولكن هذه مقاربة سهلة تبقى يعني القرارات السيادية والقرارات السيادية تتحدث عن الأراضي الزراعية بالجنوب برأيك هل يمكن للأراضي الزراعية المسقية في الجنوب أن تعوض الخسائر الزراعية في الأراضي بالشمال بعد إعلان حل الجفاف يعني في هذه السنة غير ممكن أن تعوض لأن قلت لك عند إنتاج هذه السنة نستطيع أن نقول أنها سنة يعني خاصة يعني في تاريخ الجزائر في تاريخ الفلاحة الجزائرية يعني في وقت شهر مارس شهر أبريل يعني ضربنا يعني ما سقطت أمطار وجاء جفاف زيادة على كثير من الولايات اللي ما سقطتش فيها الأمطار لذلك اليوم يعني هذا الهاجس تاع الجفاف وقلة سقوط الأمطار هو يأثر سنة بعد سنة لذلك اليوم الجنوب السهر السنة لا كما يقولوا يعوض إنتاج الحبوب في الشمال لأنه عندنا إنتاج قليل جدا يعني بالنسبة لإحتياجاتنا اللي تتمثل في 90 مليون حتى 100 مليون قنطار وهذه يعني كمية يعني ربما من الصعب أتحقيقها يعني هذه السنة ولكن لابد أن نفتح يعني فضاء الاستثمار للجنوب للمؤسسات وللجال أعمال الجزائريين ولما لا حتى للمؤسسات الكبرى كسونتراك وكاكوسيدار لابد أن يكون توجه للاستثمار في الحبوب زيادة على جلب استثمارات أجنبية يعني فيه دول ممكن تحب تستثمر في هذا المجال فلنستثمر يعني سواء كان محليا أو دوليا طيب أشكرك جزيلا شكرا سيد أحمد ملحا كنت معي عبر الهاتف مباشرة وشاركت معي في نقاش الظاهرة الأخبارية الثانية شكرا 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 عفوا أعود لك من جديد سيد حمد استمعنا لما أكده سيد أحمد ملحا كالخبير في لحي قال إن الأراضي الزراعية المسقية بالجنوب لهذه السنة قد لا تستطيع أن تعوض الأراضي بالشمال التي عصف بها الجفاف اليوم في الختام وكسؤال ختامي هل من اقتراحات تقترحونها لمجابهة ما يحصل من جفاف الأراضي الشمالية الزراعية بالنسبة لإنتاج الحبوب يعني نتكلموه على الإنتاج لازمنا الحل أنه الروح للمناطق الصحراوية والتسريع على الاستثمار كذلك بالنسبة للمناطق الشمالية لازمنا استغلال واستشرف من السنة هذه لازمنا الروح للسقي التكميلي يعني هو الروح للإستعمال كل إمكانياتنا المتوفرة في الشمال على الأقل باش نوفر نسبة معينة من الإنتاج لأنه الجفاف هذا هناك دراسات تقول باللي الجفاف رح يدوم عشر عشرين سنة لا نعلم يعني هناك دراسات وكذلك بالنسبة للقضية الشي اللي نتكلمو عليه في المستقبل هو الاستشرف هو الدراسة هو وضع يعني استراتيجية محكمة استراتيجية محكمة مبنية على علم مبنية على استشرف إحصائية دقيقة وهنا نتكلمو القطاع الفلاحي أساس تطوير القطاع الفلاحي هو الإحصاء يعني كل ما نمتلكه هو كذلك إحصاء كل ما يستهلكه الجزائري وهنا نتكلمو على الرقمنا وتكلم رئيس جمهورية الرقمنا هي أساس أول شيء اللي لازم نبدأ به هو رقمنا القطاع الفلاحي هو رقمنا يعني كل القطاعات الاقتصادية حتى نتمكن باش نضع استراتيجية للأرقام المغلوطة التي كان يتم تداولها لا بالطبع بالطبع الرقمنا والإحصاء هو رح يعطينا نقدر نضعه عن طريقه استراتيجية صحيحة لتمكننا باش نواجه كل هذه التقلبات وكل هذه المخاطر لأنه لا يمكن أن نكون عندنا دور دور إطفاء كل سنة يعني توقع مشاكل لنلقوا حلول ظرفية لازم الاقتصاد يبنى على أسس على قواعد علمية صحيحة استشرف على خمسين ستين سنة على مئة سنة يعني نحنا نتكلم رئيس جمهورية قال لك نحنا نبنيه جزائر تقع ستين مليون جزائري لما لا نبنيه جزائر تقع مئة مليون جزائري لأنه الاستشرف خاصة في مجال فلاحة نتكلمه هنا على الأمن الغذائي كي نتكلمه على الأمن الغذائي هو الأمن القومي هنا يعني دولة لي ما عنداش أمنها الغذائي ما مش ممكن تتكلم نقدروا نتكلمه على السيادة والجزائر عندها كل إمكانيات يعني المادية والبشرية والطبيعية باش يكون عندنا أمن غذائي ويكون من الدول المصدرة لازمنا نبنيه استراتيجية على توازن ميزان تجاري المناطق اللي نقدروا ننجو فيها منتجات ذات جودة ذات قيمة مضافة ونصدرها ونستوردوا بها النقص يعني هناك إمكانيات ماذا في الشمال نقدر نروح لإنتاج للنباتة الطبية النباتة العطرية كل هذه نقدروا نصدرها ونستوردوا بها يعني الشيء اللي نقصنا هنا نتكلم الأمن الغذائي ما هوش فقط إنتاج كل شيء الأمن الغذائي هو كذلك توازن الميزان التجاري وهنا لازمنا نروح لل يعني للاستشراف للدراسات الحقيقية ولازم نعطيه الدور كبير للعلم الدور كبير للجامعات الدور كبير للمعاد وإعادة تفعيل معهدنا التقنية لسنواتهما في رهن فضل وهذا لنقص الإمكانيات يعني ما عندهمش إمكانيات مش يعملوا كذلك إعطاء يعني بالنسبة للتنمية الفلاحية بالنسبة للتنمية الاقتصادية هي من مهام المهنيين هنا نعطيه دور أكثر للمهنة وكان رئيس الجمهورية تكلم على المهنيين لأن المهني دور هو الإنتاج والهدف هو الإنتاج ولازم يحمي المنتوج وهذا من الأهداف تعددولة أتمنى لكم التوفيق في مهامكم سيد زيد الحمد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة شكرا لك لقبولك المركزية شكرا عفونا وشكركم على الاستضاء